موسيقى 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 ديالنا الجزيل للمجموعة صندوق الإداء والتدبير اللي نضمت هاد المعرض في إطار ما يسمى البطاقة البيضاء اللي أعطاتها السي الفنانشكي لبشعيب الهبولي ويعني أولي التحت لفرصة أن يكون من ضمن أربع فنانين آخرين مشاركين في هاد المعرض يعني بداياتي يعني المعروف على رشيد بخوز وفنانشكيلي حروفي يعني أشغله على الحرف دائما بإنسيابية وبرؤية مغيرة في هاد المعرض هذا اشتغلت يعني على يعني ما يسمى بالتجريد البنائي أخذته كمنطلق لهاد المعرض هذا يعني لإتبات مهارات أخرى والإتبات يعني يعني مدرسات شكيلية أخرى يعني اللي كان نتامي لها أيضا حسن أبارو من أولئة 1978 إذا نعمل في الأعمال بالتشكيل على المحيط كل ما هو موجود أشياء الموجودة في المحيط ديالي الطراب الصخور إلى آخرين هنا لنشتغل الطراب والأشياء المحيط لأن العلاقات الإنسان مع الأرض العلاقات الإنسان مع الأرض ورمزية الأرض الرمزية الأرض في العمال التشكيلية وفي الفكر والعلاقات الإنسان هذا حاجة أخرى نعمل على التوازن الكتب أعمال الضغماشية التجسيدية تجريدية ونعمل على التوازن للكتب تجريد تجريد كتب أصبح كبير وصغير على حسن الذي نعمل عليه وفهم عليه هو التوازن يعني كمتب ستاتيك العلاقة لهذا العمل يعني في هذا السيديجي يعني السيديجي أعطتنا واحد الفضاء الذي يبنين العمل أكثر ويكون في الحضور أكثر مشاركة مع فنانين 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 لكل واحد يوم من مكان معين وما قناعرف ومش من قبل المشاركة لهذا هذا يضيف لنا قوة لهذا العمل سيد من أعطيت في 2015 موسيقى 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 مع سيب شايف لابوني. المعريض هو تحس عنوان نظرات الفنانين. الموضوع الموضوع اللي اشتغلت عليه شخصيا هو موضوع للسغلوب موضوع الانسان هو موضوع راهني دائما يعيش بالنسبة للفنان. الموضوع الاساسي بالنسبة لي هو الاصوليسيد. الاصوليسيد دولار. والضفط مواد مختلفة منها الكولاج من هذه الصباغة المائية. باش نوصل للكم روح. فالذي الموضوع اللي كنا نبحث عنه.